احنا شرحنا شوية ازاي نتعلم الاسعافات الاولية وازاي يبقى معانا ادوات تخدمنا وقت اللزوم وبعدين عايزين ندخل بقى نعمل ايه تمام وايه انواع الاسعافات اللي انا هعملها او انواع الطوارئ اللي انا ممكن اشوفها في البيت تمام انا محضر لحضرات كده شوية حاجات تقولي اعمل فيها ايه على طول او تقول للناس تقولي وتقول للناس ايه اكتر حاجة طبعا احنا ممكن نصادفها النوبات القلبية صحيح جد جدها اب ام حد اشتكى هنعمل ايه ممتاز خلينا نتفق مع بعض على الشكل بتاع الشخص اللي بيجيله النوبة القلبية ديت في الغالب في الغالب بيشتكي بألم في السدر ففي الغالب بيبقى مسك سدره وبعدين فيه عرق شديد وحاسس بهمدان وحاسس بضعف وحاسس بخفقان في القلب فبيبقى عنده قلم شديد في منطقة الصدر او ما حولها طب انا اعمل ايه لما يحصل الكلام ده بمنطقة البساطة اخليه ارتاح اخليه ارتاح في الوضع اللي يريحه هو مش يريح نانا في بعض الاحيان هو مش نام يعني بالضبط يا فنان يعني ببقى صورة طب نام طبعا مش عايز انام انا مش ارتاح لبقى نام فهو قاعد مرتاح فاين مفيش اي مشكلة هيقعد طب انا ادور ايه بقى اول حاجة اعملها اكلم الاسعاف واحد اتنين ثلاثة ونمرت الاسعاف عندنا واحد اتنين ثلاثة ولازم يعني نشكرهم على المجهود الكبير اللي بيعملوه على مستوى مصر كلها الحقيقة طب انا هعمل ايه بقى اتفقنا مع بعض ان العلبة بتاعت الاسعافات الاولية انا حضط فيها اسبرين ده وقته اللي استعمله بديله حبتين اسبرين بس قبل ما ادهمله اسأله سؤالين مهمين انت عندك حساسية من الاسبرين قبل كده حصل لك نزيف في المعدة قريب لو قال لي لقى على الحاجتين دول هقوله تفضل خد حبتين اسبرين يعمل فيهم ايه يمضغهم الدرسات بتقول ان استعمال حبتين الاسبرين دي بتحسن قوي النتائج بعد ما يروح المستشفى وقتني قاعد جنبه ليه لان لو في اي لحظة من اللحظات حصله لو قدر الله توقف في القلب او حصله ارتجاف في القلب يبقى انا جاهز لنعمله نعاش القلب رأى وقتني منتظر لغاية لما تيجي عربية الاسعاف وتاخده للمستشفى سؤالين يا دكتور لو عنده حساسية من الاسبرين وهو ما يعرفش قال لي ماعرفش قال لي ماعرفش هدهم له هدهم له بس ابقى قاعد واول لما يوصل المسعفين اقول لهم اقول لهم الكلام ده ان انا هو ما كانش متأكد من حساسية الاسبرين احنا بنخاف من الحساسية في اي يا فندم انا بنخاف من الحساسية طبعا ممكن يحصل احمرار ممكن يحصل تابوتش دي ما زعلنيش قوي لكن اكتر نوع من الحساسية بيديقني لو ابتدت تأثر على مجرى الهوى وابتدى يحصل تضخم تضخم وديق في مجرى الهوى هي دي المشكلة الاساسية طيب حضريك ذكرت الانعاش القلب الرئيب نعم نعملو ازاي الحقيقة له طريقة معينة احنا بنضرب عليها الناس حتى لو ملهمش علاقة بالمجال الطبي لو فرضنا ان هو شخص بالغ وكبير بنقول له والله انت تحط ايدك يحط ايده فين في المكان اللي هو فيه القلب اساسا لو الجزء الاسفل من عظمة القص بيحط كلوة الايد والايد تانية فوقها ويده مفرودة ويبدأ يعمل الضغطات كم ضغطة؟ تلاتين ضغطة ونفسين تلاتين ضغطة ونفسين بيعمل الكلام ده لمدة خمس دورات وبعد كده يشوف الوضع بتاعه ابتدى يحرك ايده ابتدى يحرك رجله ابتدى يفتح عينيه لا لسه يستمر تاني لغاية لما توصل عربية الاسعة في المكان ما يقسش السكتة الدماغية تمام السكتة الدماغية الحقيقة وده اللي بيحصل فيها ان فيه زي جلطة بتوصل لشريان مهمة من شارين المخ فبتسده احنا عارفين نقول جزء من الاجزاء بتاع المخ بتاعنا بيهيمن على جزء معايم الجسم الجزء الايمن على الناحية اليسرى الجزء الايصى على الناحية اليمن طبعا ده مش مهم بالنسبة لي بس المهم بالنسبة لي لو انا مصرف اعمل ايه الحاجة الاولية لازم يكون عندي قدرة ان اعرف هل دي سكتة دماغية ولا طب عرفها ازاي ثلاث حاجات ادور عليهم الحاجة الاولية اقول له وريني سنانك فلما يفتح بقه يوريني سنانه الاقي بقه عوج على ناحية معينة ناحية شغالة وناحية التانية مش شغالة الحاجة التانية اقول له ارفع ايدك يرفع ايده اقول له غمض عينيك ابص يلاقي ناحية بتوع الحاجة التالتة اقول له جملة يقولها اقول لي مثلا اقول لي اسمك ايه فهيقول اسمه بالاخبطة لو حاجتين من ثلاث حاجات دول حصلوا ده معناها ان احتمال ان عنده سكتة دماغية 85% نبتدي نتعامل معاها على هذا الاساس على هذا الاساس ونكلم على طول واحد اتنين ثلاثة وتاني قاعد جنبه منتظر دلوقتي المهم ايه يا فندم ان هو يتنقل بسرعة للمستشفى ليه؟ طه رابط كل دقيقة بتفرم كل دقيقة بتفرم معاه لان لو وصل بسرعة للمستشفى هيدي له مذيبات الجلطة وهيقدروا يتعاملوا معاه بسرعة نبتدي بقى في الحاجات البسيطة اتفاضل يا فندم درجات الحرارة المرتفعة اللي بتصحب بالتشنجات عادة تمام خلينا نقول في حالة ارتفعت درجة الحرارة احنا طبعا تعودنا كلنا وامهاتنا كانت دايما بتعمل لنا كمدات كمدات الماء البارد وكانت بتفيدنا كويس قوي طب الكمدات دي كنا بنحطها فين كنا بنحطها هنا الحقيقة وجدوا ان اكتر حتة ممكن تفيد تعمل انخفاض في درجة الحرارة لو حطيت الكمدات في القبط وبين الفخدين تخفض درجة الحرارة اسرع هنا بيجي دور الدكتور بتاع الاطفال الدكتور بتاع الاطفال بيبقى انا مرتب معاه من قبلها وعارف ان الولد بيحصل له تشنجات فبيبقى كاتب لي على دول اللي هو بتاع ارتفاع درجة الحرارة دي وصف لي جرعة معينة قديها للطفل بديله الجرعة ديت وتاني اعمل له الكمدات نفرض ان الولد دخل في تشنجات طب اعمل ايه لو حصل تشنجات هبعد اي حاجة من حواليه ممكن يخبط فيها واعود الاحظو لغاية لما توفد تشنجات ليه بركز عن النقطة دي لان الحقيقة كنا زمان بنعمل ايه عايزين نسبتو لما يحصل تشنجات طب ستلاقي ايه بابا على النحية دي بيمنعه يمسك ايده ورجله ومنطع النحية دي لا احنا بنسيبه لغاية لما توفد تشنجات وبعد كده نبص عليه بيتنفس اه بيتنفس لو بيتنفس بنحطه في حاجة اسمها وضعية الافاق وضعية الافاق اللي بنجيبه على جنبه وفمه على جنبه كده ليه لان احنا بنخشى باستمرار ان الولد بعد كده يحصل انه يبدأ يرجع فلما يرجع يسد مجرى الهوى فانا لما جيب الفمه كده على الجنب ابقى ضمن ان هي مش هتوصل لمجرى الهوى بتاعه يعني دي وضعية الافاق دي وضعية الافاق منحط تحت مخدة بالضبط تعمل بس تدعم الجزة بحيث انه هو ايه نايم في الوضعية ديه بحيث انه هو ما يسدش مجرى الهوى بتاعه الاحتمال التاني انه انا ببص على نفس لقيته ما بتنفسش اعمل ايه الانعاش القلب الرئوي اللي احنا قلنا من شوية اللي احنا قلنا من شوية وبسرعة لازم اكون كلمت واحد اتنين تلاتة الاسعاف عشان يجولي بسرعة وناخده نوديه المستشفى في ناس بتقول احنا بتحط الطفل تحت الدوش الحقيقة لفترة طويلة كان بيحصل الكلام ده بس خلينا خلينا نقول يعني افتكر وافكر حكا بيحصل لنا ايه كنا بنقعد نعمل كده طبعا نرتعش تحت الدوش ونبقى يعني مش عارفين هنعمل ايه لا بلاش احنا مجرى من نعمل الكمدات 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 في الاماكن اللي اتفقنا عليها ان شاء الله يتكفي مع مخفض الحرارة اللي ممكن ندهوله الحروق تمام دي بتحصل تقريبا كل اسبوع في كل بيت في كل بيت مش عايز اقول كل يوم بس يعني لا لما بيعديش اسبوع الا ما في حد والست اللي بتشغل في بيت وتحمر اللحمة لازم يحصل لازم الحرق الحقيقة الحروق احنا عندها تلت انواع مهمين من الحروق دكتور رحمة النوع الاولاني اللي هو النوع الحراري نتيجة الحرارة وده تلت بيندرج تحته انواع انا دوري هنا بعمل ايه بمنطقة البساطة بحطي ايده تحت المايا الجارية يعني نفرض ان منطقة صغيرة اللي اتحرقت بحطي ايده تحت المايا الجارية انا عندي في شنط الاسعافات لو حدك نفتج المرهم بتاع الحروق احطه عليها طيب امتى هوادي الشخص للمستشفى وامتى اقول لا ده حرق بسيط المرهم الحروق هيبه كافي بالنسبة له هوادي للمستشفى لو عنده حروق من الدرجة التانية يعني ايه حروق من الدرجة التانية درجة الاولى مجرد احمرار بسيط في الجلد حروق من الدرجة التانية يعني ابتدت تظهر فقاقيع والمنطقة كبيرة واخده ايده كلها يبقى ده حالة مستشفى ده حالة مستشفى الفند ده حالة مستشفى على الطفل حاجة مهمة بقى انسداد مجرى الهوى خصوصا لاطفال الصغيرين بتحصل كتير الحقيقة وخاصة اول لما الطفل يبدأ يحبي على قديو رجليه طبعا هو تعرفه على الحاجات عن طريق فمه يعني هو بيحبي كده يلاقي اي حاجة في طريقه يحطه بقه توقف مثلا لقى مصمار الحاجة الاولية بيبقى شكل الطفل ازاي شكل الطفل مزرق ومشقدر اخب نفسه انا دوري انا دوري بقى كأم او كأب بقى اعمل ازاي هنا لو فرضنا ان ده الطفل باخده على ايدي بالشكل دوت بخلي راسه التحت وباجي في الحتة اللي هي بين العضبطين اللي هنا وبعمل خمس خطات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حد اقوله طب بالراحة شوية ده طفل صغير عايز افكر الناس ان العيل دوت بيموت لو سبناه لنستداد مجر الهوى هيموت فلازم اكبر شعب يتنفس خالص فلازم اضرب خمس خطات جمدين كأني بزوء الحاجة اللي ساد ده مجر الهوى بعيد وبعين اخده على ايدي التانية وخمس خطات خمس ضغطات على منطقة الصدر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبص على البقل شفتها لا ما شفتهاش استمر لغاية لما شفها احط صباعي واطلح واخد شوف العيل في الغالب العيل بيبدأ يعايت بقى وراح بقى الانسداد اللي موجود عنده وكده يبدأ ياخد نفسه وانا كمان اخد نفسي معاه واتطمن عليه وكده بقى اتطمنت عليه على العيل طيب لو حد وقع ورجليك كسرت بقى مش عايز اقول رجليه بس هو الحادثة الشهيرة يعني ان الصباع هو اللي بيكسر نعم بيغبط في رجل كنبة بيغبط في رجل ترابيزة نعم فبيحصل مشكلة كبيرة في الصداع نعمل ايه هيل هنا انا دوري كموسف او بعمل الاسحافات الاولية ما فيش مش عامل اي حاجة غير انا سبت الجزء اللي اتخبط مش مطلوب مني ان انا ارجعه الوضع تاني ولا مطلوب مني اعمل اي حاجة تانية ابدا انا بسبته فلهو صباع حاجة بسيطة جدا احنا عندنا اللي هو الخفض اللسان دوت الخشب اللي هي خفض اللسان احطها على الصباع واسبته وودي المستشفى يشوفوه طب لو هي رجل كبيرة مخبوط لقدر الله واقع من مكان عالي ولا حاجة وهو بيلعب في النادي وحصل له كسر طب اعمل ايه برضو نفسي الحكاية انا ممكن اعمل تثبيت باي حاجة حوالي ممكن استعمل جورنال ممكن استعمل حتة خشبة ممكن استعمل كارتونة اي حاجة اثبت بيها الجزء اللي بكسر ده حالك هتقول لي طب ايه الفكرة يعني بتاع التثبيت ده منتقى البساطة انا لما بثبت الجزء المكسور دوت بقلل الاحتكاك مع الانسجة بقلل الالم والوجع اللي بيحس بيه بالشخص اللي حصله للكسر ده لغاية ما اخده انقله المستشفى هم هنشوفوا بقى اذا كانوا محتاج اشعة اذا كان محتاج اي حاجة هم هيتعاملوا معاه في المستشفى اخر حاجة النزيف يعني واحد الجرح بقى سواء بسكينة او خبط في حاجة المهم فيه جرح وفيه نزيف دم تمام لو فرد مثلا زي ما احنا بنقول ممكن نكيب بن ونكبس لا يا بيه الله خليه جلال بلاش البن ده لكن لو فيه الجرح هنقول بمنتهى البساطة منفضلك حطها تحت المية نضف المكان والشاش بقى اللي احنا كنا حطينه في شنطة في شنطة الاسعافات منفضلك حطها واجبس عليه وحط الشاش دوت على المكان اللي فيه الجرح لمدة من 5 لعشر دقايق بإذن الله يقف النزيف لسه بينزف هعمل ايه احط شاش تاني فوقه مغيرش الشاش احط شاش تاني فوقه ونعمل الرباط عليه ممكن بعد كده نوريهم ازاي يعملوا الرباط دوت وياخدوه للمستشفى لان ده معناها لأ ده هو الجرح كبير وبيحظى لنسف كبير واصر على شوريان واصر على شوريان ممكن يفضل ينزل بالضبط يا فادي او ممكن يكون اصر على يعني الاوتاد بتاعت الادين فده محتاج ان هو يتشاف في المستشفى